الفيلم مسخرة جمعا انت اللي صدرتيها للكلب ينفش فيها كلاب بتجري ورايا فيه بيعضوا أكتر حد بيأكل في اللوكيشن أنا أكتر حد ملتزم في مواعيده العبدالله أنا وانا وانا أنا أول واحدة بي أكتر حد ملتزم أنا أكتر حد ما بيأكلش في اللوكيشن هقولك دينا بتحفز على جسمها وعلى رشاكتها مدت إيدها قلت كويس هتاكل معايا لقيتها أخذ طعنبايا قالتلي ده الغدى بتاعي جرحتني أكتر حد مش ملتزم بلاش يعنو والعرف ملتزم والغير ملتزم فيه ناس مش ملتزم كتير كتير أكتر حد بيدحكني في اللوكيشن الأستاذ سامح عبدالعزيز هلو ست بدري انتصار انتصار ظهرت قرونسكي الفيلم يا سيدي هو فيلم كوميدي لايت كوميدي مش فارسي يعني لايت كوميدي لطيف يعني ساعة ونص أو ساعة وربع دماغك بتفضى بتشوف حاجة لطيفة لذيذة بنهزر شوية الفيلم مسخرة يا جماعة مش حقدر أكلمكم أكتر من كده الفيلم حلو قصته لذيذة جدا وكل أبطال الفيلم الحقيقة يجننوا هلا هلا هتعجبكم جدا الفيلم بطولة جماعية الأستاذ هلا صدقي الأستاذ رانيا يوسف دينا بدريا عرف عبدالرسول بقول لكم إيه أنا هقعد أقول أسامي من هنا لبكرة فالأبطال كتير قوي 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 الفكرة حلو قوي 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 وهتشوفه أحلى فيلم في الدنيا بطار كوميدي كوميديا موقف اجتماعي لطيف هتتحك هتنبسط هتشوف موضوع في اللزازة في أبطال كتير حلوين كل بطل من الأبطال حاول إن هو يقدم أقصى ما عنده من جمال فحتستمتع جدا بكل الأبطال اللي موجودين في الفيلم أصعب مشهد لسه ما صورتوش اللي نازل عمله دلوقت الكلاب بتجري ورايا بيعضوا أصعب مشهد اللي هصوره دلوقت شي وأنا بتساكل من الكلاب كانت أصعب حيطة يعني لما اتضربت رصاص وكان عاملين لي هنا الفيوز والفيوز ضرب كانت أول مرة في حياتي يعني أصور مشهد في درب رصاص فتخضيت فعلا وترعبت كأن اتضربت بالرصاص فعلا أكتر حد بيدحكني في اللوكيشن الأستاذ سامح عبدالعزيز اللوكيشن ممكن انتصار انتصار بدرية كل المشاهد اللي إحنا فيها أنا وهلا صدقي ودينا بندحك فيها ومش بنعرف نلم نفسنا بتراحت ربنا يعني هلا صدقي وكريم عفيفي دمهم زي الشرباط يعني بيدحكوني وبعدين هلا صدقي مش بيدحكني من دلوقت هلا صدقي بيدحكني من زي مان قوي الحقيقة هو اللوكيشن كله مصخرة كله بيدحك كريم بدرية هالة كلهم بيدحك شخص واحد أنا لا هو ما فيش موقف بس هو زهنه حاضر يعني إحنا وإحنا بنصور حاجة مثلا فيروح فجأة كده من تحت لتحت يروح قايل لي إيه فيه أقوله مش عارف أقوله من كتر الضحك هو طول ما هو قاعد بيعني يعني بيشري ضحك كده أكتر حد بيأكل في اللوكيشن أنا عايز أقول لكم إن أنا دينا تقريبا ما بتاكلش خالص فأنا قالتلي أنا مكلتش من مبارح فأنا جبت الأكل بتاعي وقعد تاكل وباستطعام علشان أجوحها وبعدين لقيتها ابتدت جوع يعني فراحت مدت إدها قلت كويس هتاكل معي لقيتها أخذتها نباية قالتلي ده الغداء بتاعي جرحتني كل هون بيأكلوا جمد قوي أنا اللي ما بياكلش أكتر حد بياكل في اللوكيشن أنت تقدر تقول لي مين أكتر حد ما بياكلش في اللوكيشن هقولك دينا بتحفز على جسمها وعلى رشاكتها بياكل أنا إذ وأصلي بهش أكي לה فما رأيتش يعني يعني أنا عادة في الكارفون بتاعي أخويا ولا مليش دعوا بحد ولا أعرف مين أكل مش هبص لحد وبياكل يعني أكتر حد ملتزم في مواعيده العبد لله أنا أنا وابدون فخر أنا أكتر حد ملتزم أنا أنا وانا وانا أنا أول واحدة باجي أنا عن نفسي ملتزم أو باجي باجي في معادي الباقي معرفش عنه حاجة يعني أنا مقدرش أقول لك فلان ملتزم وفلان مش ملتزم أكتر حد مش ملتزم بلاش ربنا أمر بالستر مش هقول لكم إنه فلان وفلانة لا 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 خلينا نسطر على بعضينا لا مش عادر أقول لا الحقيقة كلهم بيجوا في معدو في ناس مش ملتزم كتير 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 يا عم ولا أعرف ملتزم ولا غير ملتزم أنا باجي بطلع على الكارفان أعدعمل الميك أب بتاعي وألبس وأنزل وقابل زميلي في اللوكيشن يعني ما فمعرفش مين جه متأخر مين جه في معايده لما أنا ما معرفش حد مش ملتزم في اللوكيشن لا أنا شاطرة ما بعدش ما بتحكش على زميلي بفضل مسك نفسي هو أنا كله أيامي مع هالة وبدرية وأنا حبيه فأياني أنا حبة أن أبقى معه إحنا صحاب من زمي ما عندناش مشاكل خلق الحمد لله مش هادي أنا والأستاذة هالة وإحنا في المقصورة كان في الأستاذة هالة صدقي وكان في الأستاذة شيرين ريدا والأستاذة دينة والأستاذة بدرية طلبة وأنا فالمفروض إن هي الزعيمة يعني وأنا وقفة جنب منها سكرتيرة فهي بتقف بقف جنب منها بقعد بقعد زيها تقريبا بعمل نفس حركاتها يعني فكانت هي مش قادرة تمسك نفسها متضحك فانا قالكلي العدوى فبقينا كل ما نيجي نعيد المشهد نضحك هو فيلم لطيف لذيذ فيه مغامرات فيه ضحك يعني هنعطل كده ساعة وربع مع بعض نستمتع بحاجة لطيفة إن شاء الله الفيلم ده بمبونيت الموسم سيفو بإيه أوش سيفو بإيه زهرت قرنسك